ليس ببعيد على ميليشيا تنتهج تفجير المنازل والترهيب والاختطافات وتعيش على حساب المواطنين في المناطق التي وصلت إليها بقوة السلاح ليس بعيدا أن تمارس البطش والتنكيل بحق المناوئين لها ونهب حقوقهم وممتلكاتهم لكن صيحة التربويين وإضراب المعلمين عن التدريس حتى انتزاء الحقوق غير الموازين وجعل الميليشيا تعيد حساباتها التي تعتمد على القتل والنهب والترهيب خاصة بعد أن اتسعت رقعة الاحتجاجات لطعم كافة المناطق الخاضعة للميليشيا وبدأت في جهات حكومية أخرى تطالب بانتزاء حقوقها المشروعة معاناة يكابدها المعلمون في حقل التعليم كغيرهم من الموظفين في مؤسسات الدولة التي حولتها الميليشيا إلى إقطاعيات خاصة للتكسب وتحقيق الربح المادي لقيادتها القادمة من الكهوف على حساب معاناة المواطنين ومستقبل الأجيال وكباقي موظفية الدولة يعيش المعلم أصعب الظروف حيث يجد الغالبية أنفسهم عاجزين عن توفير تكاليف المواصلة للوصول إلى مدارسهم عوضا عن توفير أبسط الاحتياجات لإعالة أسرهم وتوفير لقمة العيش لهم مطالب المعلمين قُبلت بغطرسة حوثية معهودة وتهم كيدية تكيلها الميليشيا كعادتها تجاه كل من يعارض تصرفاتها القمعية والميليشاوية السياسة الحوثية استحوذت على قطاع التعليم كغيره من القطاعات وحولته إلى موردا لقيادتها فضلا عن العبث في المناهج الدراسية التي تعمد الميليشيا إجراءها لترسيخ فكرا عنصريا دخيل على اليمنيين وتمجيد رموزها الطائفية ممارسات دفعتها لاستبدال مديري المدارس والمدرسين بهدف تحقيق الترويج لفكرها وبث سمومها في المناهج والحصص الدراسية لتمرير شعاراتها وغرسها في أذهان الطلاب ثبات كبير وتماسك غير مسبوق لإضراب التربويين رغم المحاولات البائسة لكسره وإيقاف تمدده الذي وصل إلى مختلف قرى ومدن سيطرة الميليشيا ليكتسح المدارس بنسبة 100% بعد موجة التأييد المجتمعي الكبير وتفاعل منظمات المجتمع المدني مع مطالب نادي المعلمين ونقابة المهن التعليمية ليبقى التساؤل عما إذا كان باقي الموظفين سيكسرون حاجز الصمت وينتصرون لحقوقهم وينتزعون مرتباتهم من بين أنياب الميليشيا أم أنه سينطل عليهم أسلوب الميليشيا التخديرية وترهبهم وسائلها القمعية البائسة رغم المناصرة الشعبية والحقوقية لمطالبهم